نشرة إغبارية مفصلة تقدمها لكم سما حماد من تلفزيون الوفد ونبدأها بالأخبار العالمية لقى وزير الداخلية الأوكراني دينيس مونستريسكي ومساعده الأول وأربعة عشر شخصا آخرين مصرعهم اليوم الأربعاء إثر تحطم مروحية قرب العاصمة كييف تتواصل في بريطانيا إضرابات العمال بمختلف القطاعات احتجاجا على الأوضاع المعيشية وارتفاع التضخم وأعلنت نقابات التدريس والتمريض وصائق القطارات مزيدا من الإضرابات بسبب تآكل قيمة الرواتب توفيات أكبر معمرة في العالم الراهبة الفرنسية لوسيل راندون الشهيرة بالأخت أندريا عن عمر ناهزة 118 عاما في مدينة طولون بجنوب فرنسا وننتقل إلى الأخبار المحلية يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي مع قادة الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي في قمة أبوظبي التشاورية وتأتي مشارقة السيسي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات المتميزة مع جميع الدول الشقيقة المشاركة بالقمة فضلا عن التشاور والتنصيق بشأن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي أعلن لواء هشام آمنة ودير التنمية المحلية عن تصديق الدكتور ملطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على الحرقة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات والتي تتضمن تعيين ونقل 125 قيادة محلية في 25 محافظات حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ظهور الشبر الكثيفة على الطرق بداية من غد الخميس والمدة 48 ساعة مقبلة خاصة في الساعة المتأخرة من الليل والصباح الباكر على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية وفي نشرتنا الاقتصادية شهدت أسعار الذهب اليوم حالة من الاستقرار اليوم الأربعاء يسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 1800 جنيه للجرامة فيما سجل عيار 18 1543 جنيها استقرت أسعار العمولات أمام الجنيه المصري اليوم وسجل سعر دولار 29.43 للشراء و29.53 جنيه للبيع أما الدنار الكويتي فسجل 93.5% للشراء و96.73 جنيه للبيع أعلنت الدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر تتكون من أسرع اقتصاديات المنطقة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العشر سنوات القادمة موضحة أنه سيتم إطلاق حزمة من الحوافز لتعزيز الاستثمار الخاص في مجالات الاقتصاد الأخضر وإلى أخبار الرياضة ينتظر عشاق الساحرة المستديرة المواجهة المرتقبة بين نجوم الهلال والنصر ضد باريستان جيرمان الفرنسية على كأس موسم الرياض غدا الخميسة في مباراة ستشهد المواجهة التاريخية بين البرتغال كريستيان رونالدو المنضم حديثا لصفوف النص والأرجنتيني ليونيل ميسي أعلن الاتحاد الدولي لقرة القدم رفع حظر قيد اللاعبين عن النادي الإسماعيلي عقب تسوية ملف أزمة التونسي فخردين بن يوسف لاعبي الفريق السابقة ليصبح من حق الدرويش قيد صفقات جديدة في قائمته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ينطقي منشستر يونايتد نذيره كريستال بالس مساء اليوم الأربعاء ضمن مؤجلات الجولة السابعة من الدور الإنجليزي وفي نشرتنا الفنية يعيش الفنان محمد فؤاد حالة تعيشة فنية حيث انتهى خلال الأيام الماضية من تسجيل ثلاث أغاني جديدة سيتم طرحهم قريبا كما يحيي حفل الغنائيا يوم 13 فبراير المقبل في لبنان تعود الفنان أنغام إلى برنامجها الغنائي الذي يعرض عبر قناة دي ام سي الفضائية بعد غياب عقب تعرضها لوحكة صحية حيث تستضيف الفنان الكبير على الحجار في جلسة طربية مميزة كانت معكم ساما حماد من تلفزيون الوابدة ولمزيد من التفاصيل تابعونا على الوابدة.news إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة